في إطار منافسات اليوم الخامس من بطولة المغرب للقفز على الحواجز والترويض ضمن أسبوع الفرص تويجع الفارس يونس المنوني بطلا للمغرب في فئة الأولمبيات الخاص بعد احتلاله المركز الأول في مباراة سد فاصلة بعد قطعه المطاف دون خطأ في ظرف 28 ثانية و29 جزء من الثانية وحل نبيل الخليفي في المركز الثاني ممتطيا الفرص وليما وفي مباراة سد فاصلة أخرى لتحديد صاحب الميدالية النحاسية أحرز الفارس هشام المنوني المركز الثالث بعد قطعه المطاف دون خطأ وبالمناسبة أحرز الفارس يونس المنوني لقب بطولة المغرب في القفز على الحواجز فئة الأولمبياد الخاص ليحرم منافسه نبيل الخليفي من إحراز ثالث لقب على التولي وتجرى يوم غدنا الخميس سبع مصابقات منها أربع مباريات نهائية في سنفي الترويد وبطولة المغرب العسكرية